شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الانهيان ولي وعهد ابو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لامارة ابو ظبي حفلة خريج دفعة عام 2024 من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وعنى سموه الخريجين وكرم عددا من طلبة وطالبات الجامعات المتميزين والحاصلين على الدكتورة والماجستير متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم المهنية واكد سموه ان القيادة الحكيمة حريصة على مؤكبة متطلبات المستقبل والاسهام في ترسيخ مكانة دولة الامارات وجهة عالمية للبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي